بعد أن طغت أصوات الحرب على سلمية الثورة السورية يحاول الناشطون من خلال الفن إعادة الزخم إليها عبر لوحات تحاكي الأحداث الراهنة بإسلوب يتنوع ما بين الكوميديا والتراجيديا جرعة من النقد يقدمها ناشطون سوريون لتعرية وفتح جرائم داعش والتنظيمات المتطرفة بحق السوريين عبر مجموعة من السكتشات القصيرة ضايع الطاسي هو اسم اختاره الناشطون لمجموعتهم الإعلامية والفنية التي تأسست قبل قرابة السنة لتسلط الضوء على كل ما يمس الثورة سواء من ممارسات النظام أو المتطرفين وفق ما يؤكده القائمون على المجموعة عملنا هي سكتشات لمواجهة فكرة داعش داعش عدد للثورة السورية مثل نظام الأسد تماما ويجب على كل سوري مواجهتهم بالمجال الذي يقدر عليه الفن الرديف للثورة السورية من أحدها مهام وفضح جرائم داعش والتأكيد على مطالب الثورة السورية الحرية والعدالة والديمقراطية هذه المطالب التي ساعد داعش بكل دموية لتخضي عليها غالبية الأفكار مستوحات من جرائم التنظيم ضد المواطنين لا سيما قضايا التضييق على النساء وتجنيد الأطفال بالإضافة إلى حروب داعش ضد الجيش الحر هدفنا النقد البناء وزرع البسمة على وجوه الشعب السوري عن طريق مقاطع فكاهية وحلقات تلفزيونية وأفلام أصيرة عم نشتغل عليه حاليا منسعى دوما لتطوير العمل وتوسيع الكادر حتى نرتقي بالأعلام السوري لمستوى أعلى إن شاء الله اللافت في هذه اللوحات هو اعتماد فريق العمل على استخدام المؤثرات البصرية والخدع السينمائية بشكل كبير أثناء عمليات المونتاج ما شكل قيمة مضافة على كامل العمل الفني من مدينة غازي انتاب التركية زيدان زنجلو العربية